يعيشون في هذه المنطقة منذ عشرات السنين فقراء لا يملكون إلا القليل نسيتهم حكومات المنطقة الخضراء المتعاقبة ثم فجأة تذكرتهم لا لمساعدتهم وإنما لإنذارهم بإخلاء منازلهم الواقعة في حي السورجية بمدينة الموصل خلال مدة أقصاها 15 يوما والسبب أنهم متجاوزون بالبناء على أملاك الدولة قعدنا الصوح بالستة الصوح لقينا بيوتنا مؤشرين عليها يوم السبت حتى دوام ماكو وجوان طوانا غرار إزالة وما نعرف وين نروح نحن هي أول خطوط الساعة ستة الصوح يوم السبت حتى دوام ماكو وعلى الرغم من تقديمهم طلبات لتخصيص الأرض لهم منذ نحو عشر سنوات إلا أن بلدية الموصل تطالبهم بإخلاء بيوتهم لإزالتها غير عابئة بفقرهم ولا بمعاناتهم العالم كلها فقرة والخير ما بيهم حتى راتب رعاية ما عدهم الخير ما بيهم ما عدهم راتب من هذه الدولة الدولة هي كانت تساعد الدول كانت تساعد الدول قد تحسب نفسها على ساعد الدول ساعد هذه العالم الفقرة الخير ما بيهم ما عنده عشر ليلة معانات أهالي المنطقة لا تتوقف بسبب غياب الدور الحكومي في دعم الطبقات الفقيرة في العراق والله ما أخوش كل اثناء ما عدنا وفقراء كل هالمحلة هاي فقراء ما عدها كل هاي بلغون نحن فقراء ما عدنا شي ما عدنا لا راتب لا شي لا شي أتين ولادي كلهم خمسة كل شي ما عدهم وبينما تحارب الحكومة الفقراء في أرزاقهم وتهدم عليهم بيوتهم يستحوذ الفاسدون على أملاك الدولة بلا ثمن كذلك من أجل إقامات مشاريع تزيد الفقراء فقرا وتزيد خزائن الفاسدين أموالا وتصادر مستقبل العراق وأبنائه